كشفت تقديرات رسمية أن منطقة اليورو سجلت في أغسطس أكبر عجز تجاري منذ أن بلغ عدد أعضائها 19 دولة في 2015 جاء ذلك بعد ارتفاع فاتورة الواردات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد قطع روسيا إمدادات الغاز للتكتل الأوروبي لا تزال تداعية الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على اقتصادي منطقة اليورو فبعد تكبد العديد من الخسائر جرى امتداد أمد الحرب الدائرة منذ فبراير الماضي أظهرت تقارير رسمية تسجيل منطقة اليورو أكبر عجز تجاري منذ أكثر من سبع سنوات التقارير الحالية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروسات ذكرت أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة تزامنا مع قطع روسيا إمدادات القارة الأوروبية بالغاز وهو ما يلوح بشتاء قارس على منطقة اليورو مكتب يوروسات ذكر أن ميزان السلع التجاري لمنطقة اليورو تراجع في أغسطس الماضي بنحو 51 مليار يورو وهو أعلى عجز مسجل منذ انضمام لتوانيا للمنطقة في 2015 لتصبح العضو التاسع عشر العجز في الميزان التجاري ارتفع بشدة منذ يوليو الماضي ليبلغ 34 مليار يورو ويسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يسجل عادة فائضا تجاريا كبيرا في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة بعد قطع روسيا إمداداتها من الغاز للتكتل الأوروبي القارة الأوروبية تواجه حاليا تحديات كبيرة للسيطرة على أسعار الغاز المرتفعة بعد قطع الإمدادات الروسية على خلفية الحرب الأوكرانية ويعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية اللازمة وسط منافسة أكثر شرصة مع ارتفاع الطلب الأسيوي ترجمة نانسي قنقر